ملفات بوليسية القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا كان فانتشوان أن صحفيا فييتناميا تلقى تدريبا وتكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد إلى فييتنام مراسلا لوسائل إعلام أمريكية على مدى سنوات طويلة لم يتفطن أحد إلى أن ذلك الرجل الذي يبدو وديعا إنما هو جاسوس خطير الرجل الذي خدع أمريكا في مايو من العام 54 تسعمائة وألف انهزمت القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو مع قوات الفيتمين القوات الفيتنامية بقيادة الجنرال الشهير فونغوينجياب كانت المعركة الفاصلة في حرب الهند الصينية والحضور العسكري الفرنسي في المنطقة تلت تلك الهزيمة اتفاقيات جونيف التي وقعت في يوليوز من العام 54 في تلك الاتفاقيات اعترفت فرنسا باستقلال أقطار الهند الصينية وقبلت بتقسيم فييتنام إلى بلدين فييتنام شمالي شيوعي يقوده هوشيمين وفييتنام جنوبي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك يكاد يجمع المهتمون بتاريخ المنطقة على أن حرب فييتنام كانت امتدادا لحرب الهند الصينية بل إن الفيتناميين يسمونها حرب الهند الصينية الثانية وحرب العشرة آلاف يوم عاما بعد اتفاقيات جونيف في العام 55-900-1000 على نفس الأرض الفيتنامية اندلعت الحرب التي ستستمر حتى العام 75-900-1000 بين جمهورية فييتنام الديمقراطية فييتنام الشمالية وجمهورية فييتنام أو فييتنام الجنوبية كان الشماليون يحظون بدعم مادي من المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والصين وكان الجنوبيون مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها في المنطقة في هذه الحرب التي لم تكن موضوع إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية ظل تحديد تاريخ بدايتها موضوع نقاش حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى العام 98-900-1000 حين تم اعتبار المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في فييتنام بعد فاتح نوفمبر 55 من قتل حرب فييتنام كان السائد أنها حرب من حروب إدارة الرئيس جون فيت جيرالد كينيدي الذي بداية من العام 61-900-1000 أرسل إلى فييتنام الجنوبي 15 ألفا من المستشارين العسكريين حرب فييتنام تحيل في الذاكرة الأمريكية على ندوب وجروح عميقة استعصى دمالها كما في كل الحروب والصراعات التي شهدها ويشهدها العالم تجري في الكواليس أمور كثيرة وتنشط قوى الظلال وكما حرب الهند الصينية حظيت حرب فييتنام بتغطية إعلامية مكثفة وظهر متخصصون في هذه الحرب يزعمون معرفة خبايا فييتنام وأسرارها والإحاطة بما وراء كل التحولات التي عرفتها تلك الحرب وكان الإعلام لدى الأمريكيين كما لدى البيتناميين الشماليين وحلفائهم واجهة من واجهات هذه الحرب في العام خمسة وستين تسعمائة وألف بعد تعرض مدمرتين أمريكيتين لنيران قوات فييتنام الشمالي في خليج تونكين بدأ التدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب فييتنام في تلك السنة تعاقدت مجلة تايم ماجازين مع صحفي فييتنامي يدعى فامتشوان أن كان معروفا لدى الأمريكيين اذ تلقى تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام ستة وخمسين تسعمائة وألف وتدريبا في صحيفة ساكرامينتو بي في كاليفورنيا عاما بعد ذلك عاد إلى سايجون وعمل مراسلا لوكالة أشيوسيتد بريس ثم لوكالة رويترز ظل فامتشوان أن حتى العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف الفيتنامي الوحيد الذي يعمل لوقت كامل لوسيلة إعلام أمريكية وكان شاهدا على سقوط سايجون ولعله في غفلة من الأمريكيين أنفسهم ساهم في سقوطها ولد تشوان أن في الثاني عشر من سبتمبر من العام سبعة وعشرين تسعمائة وألف في بلدة بيانهولا في الجزء الجنوبي من فييتنام في العام أربعة وأربعين يافعا في السادس عشر وجد فامتشوان أن نفسه يشارك في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي والاحتلال الياباني كان وقتها يكلف من قبل الفيتمين جيش المقاومة الفيتنامية بنقل المراسلات وكذلك بدأ مشواره مع العمل السري الذين عرفوا فامتشوان أن عن قرب يذكرون رجلا بشوشا وهادئا وخدوما كان أيضا صاحب نوكتا يعيش في انسجام تام مع من هم في محيطه من الفيتناميين والأمريكيين ومن سواهم وكذلك كسب ثقة الجميع وكانت تفتح له كل الأبواب بما فيها أبواب السفارة الأمريكية في سايجون وكان مرجعا في شؤون الفيتنامية بل إن رجال المخابرات الأمريكية سي اي اي كثيرا ما جاءوا يستشيرونه في بعض الأمور ولم يكن يبخل عليهم بالمشورة والنصح كان من خلال العلاقات التي أقامها مع العسكريين الأمريكيين من المستويات الرفيعة ومع من يتقلدون المسؤولية في القطاعات الحيوية الأخرى كان يتمكن من الحصول على المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مجريات الأمور عسكريا وسياسيا لم تهم حوله شكوك قط كان الأمريكيون يعتبرونه صديقا وفيا بل إنهم يرونه في تفكيره أمريكيا مثلهم لعل الهدوء الذي كان يطبع شخصيته مما أبعد عنه كثيرا من الشبهات حكى فامتشوان أن ذات مرة عن عودته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فيتنام في العام 57-900-1000 قال إنه فور عودته تلك اتصل به رفاق سابقون في الفيتمين وطلبوا منه أن يعمل على تزويدهم بكل المعلومات التي تتعلق بنشاط الأمريكيين في فيتنام كان واضحا لديه أن المطلوب التجسس على الأمريكيين قال إنه قبل القيام بذلك بدافع الروح الوطنية إذ لم يكن يرى شرعية تذكر للوجود الأمريكي في فيتنام وصار عميلا مزدوجا كانت لحياته واجهة سرية استطاع الحفاظ عليها حتى سقطت سايغون تقول كتابات صحفية إن فامتشوان أن استطاع النجاح لأنه حصن نفسه بكثير من الاحتياطات من ذلك أنه كان هو من يختار السعاء الذين ينقلون رسائله ويأتون برسائل المسؤولين الشماليين بل إنه لم يكن يتردد في رفض ترشيح من يرى اختيارهم غير آمن كان يتحكم في كل تفاصيل حياته الخفية تلك وكان محقا شبكة السعاء والجواسيس التي كان يتحكم فيها كانت تضم خمسة وأربعين عنصرا سبعة وعشرون منهم قتلوا أو اعتقلوا كان فامتشوان أن يراقب الذي يحدث من حوله دون أن يفقد ذرة من هدوءه بعد سنوات أفضل من حاوروه بسلوك كان يتبعه ويتقيد به أثناء فك شفرات ما يتوصل به من رسائل قال مرة إنه كان يختبئ في دورة المياه ويغلق الباب بإحكام حتى إذا ما حدثت مفاجأة فستكون لديه فسحة من الوقت يتخلص فيها من كل ما قد يسقط عنه القناع لم يتخلى فامتشوان أن يوما عن كلابه كان يختارها من فصيلة كلاب الرعاة الألمانية ويدربها على أن تصدر أنينا خافتا إن استشعرت حركة غير عادية كانت هادئة مثله حين كان عليه أن يلتقي أحد العملاء المكلفين بالتواصل معه وهو ما كان يتفاداه قدر ما يستطيع فإنه كان حريصا على أن يتثبت هو نفسه من أن أي منهما محطة قف أو مراقبة كانت زوجته تتبعه عن بعد كلما ذهب لمثل تلك اللقاءات مهمتها أن تبلغ المقاومة الفيتنامية إذا ما قبض عليها وحدها زوجته وأمه كانت على علم بنشاطه التجسسي ولم يكن أي شخص آخر من محيطه العائلي يعلم بذلك لم يكن فامتشوان أن يحمل معه سلاحا ناريا بالرغم من امتلاكه مسدسا كان يخشى أن يسيء استعماله إذ لم يتلقى في حياته أي تدريب عسكري حقيقي لم يكشف الأمريكيون ولا حلفاؤهم من الفيتناميين الجنوبيين يوما هذا الوجه الآخر لفامتشوان أن ذلك الذي تخفيه ملامحه الهادئة حتى أثناء المواقف الأكثر إثارة واستفزازا كان دائما الابتسام وهو ينصط إلى من يحاوره مستعدا للردود المقنعة الوافية ومع انشغالاته الكثيرة لم يكن يتردد في الذهاب إلى المقهى حيث كان يلتقي زملاءه الصحفيين ومعارفه من المثقفين والسياسيين والعسكريين أيضا قد يكون حرصه على احترام بعض التقاليد من باب الحرص على الظهور بمظهر من يعيش حياة عادية وكانت تلك المجالس التي يتردد عليها مناسبة يبرز فيها قدراته على تحليل الحوادث التي تتعاقب على المشهد الفيتنامي كانت تلك التحاليل تحظى بإعجاب لا يخفيه زملائه ولا الدبلوماسيون أو العسكريون الذين يجالسهم يحكى أن الجنرال فونغوين جياب الذي هزم القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو كان كثيرا ما يردد وهو يقرأ التقارير التي كان يبعث بها فانتشوان أن نحن الآن داخل قاعة العمليات العسكرية الأمريكية كان في جملة تلك التقارير البرنامج السري للحرب الأمريكية الخاصة في نسخته التي تعود إلى العام واحد وستين والنسخ الخمس التي تلت حتى العام ثلاثة وستين تسعمائة وألف بكل التعديلات التي أدخلت على ذلك البرنامج كل ذلك كان يكشف جوانب هامة من الخطط العسكرية الأمريكية في فيتنام ويمكن قيادة المقاومة الفيتنامية من تنفيذ عمليات استباقية كانت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ذات آثار مدمرة ليس فقط في فيتنام الشمالي ولكن أيضا على الأوس في سياق تلك الاستراتيجية كانت عملية رولينغ تاندر من بين الأعنف وقد استهدفت فيتنام الشمالي مباشرة ولكنها لم تحل دون استمرار تدفق الإمدادات المواجهة إلى المقاتلين الشيوعيين في الجزء الجنوبي من فيتنام في العام ثلاثة وسبعين تسعمائة وألف كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أتمت ثمان سنوات من العمليات العسكرية المكثفة في فيتنام ثقيلة كانت الخسائر المادية والبشرية ولم يكن من خيار سوى إنهاء الحرب ثم التوقيع على اتفاقية باريس ولكن المعارك بين قوات فيتنام الشمالي والقوات الجنوبية استمرت حتى العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف ولم تنتهي إلا بسقوط العاصمة سايغون التي سيغير اسمها لتحمل اسم الزعيم الفيتنامي غوشيمين قبل أن تسقط سايغون كان فامتشوان أن قد حارس على إخراج عائلته من المدينة وبعد أن خسر الجنوبيون الحرب انتقل إلى هانوي حيث منح رتبة عقيد في الجيش ولكنه سرعان منتبه إلى أن القادة الشماليين يبدون نوعا من القلق حيال العلاقات التي كانت تربطه بالأمريكيين وكانت صدمته الأكبر أن الشيوعين المنتصرين قرروا إرساله إلى معسكر لإعادة التأهيل ثم إنه وضع فيما يشبه الإقامة الجبرية ومنع من كل اتصال بالخارج كان ما يتقاضاه في أواخر حياته من حتى تقعده برتبة جنرال ولم تكن تتعدى الثلاثين دولارا بعد اكتشاف حقيقته كان الأمريكيون من رجال المخابرات خاصة يدفعون ثمن سوء تقديرهم والسماح لهذا الجاسوس باختراقهم في العام ستة والفين توفي فامتشوان أن وهو في التاسعة والسبعين بعد إصابته بالتهاب رئوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر